السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في محاضرة نتحدث فيها عن حركة نون المثنى ونون جمع المذكر السالم فهذه المحاضرة ترتبط بدرسين سابقين درسناهما وهو الدرس المثنى ودرس جمع المذكر السالم ما حركة نون المثنى وما حركة نون جمع المذكر المذكر السالم النون في جمع المذكر السالم تكون مفتوحة دائما على الأصح وكذلك فيما ألحق به الملحق يعني بجمع المذكر السالم في الرفع والنصب والجر عندما يعرب بعلامات فرعية بالواوي رفعا وبالياء نصبا وجرا وهذه النون لا علاقة لها بإعرابه لأنه معرب بالحروف أو بالعلامات الفرعية فهي هذه النون جمع المذكر السالم مفتوحة دائما المسلمون أو المسلمين ليست علامة إعراب بل هي الحركة الأصلية لنون جمع المذكر السالم وبعض العرب وهو لهجة قليلة ضعيفة يكسرون هذه النون بعد ياء جمع المذكر السالم ومنه قول الشاعر وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين وقد جاوزت حد الأربعين فالشاهد في كلمة الأربعين والقاعدة كسرت نون كسرت نون جمع المذكر السالم على بعض لهجات العرب على بعض لهجات العرب ولكن اللغة الأفصح هي أن تكون مفتوحة وهذا يعني يدخل في باب النادر والنادر لا حكم له أما نون المثنى نون المثنى وجميع ملحقاته اثنان واثنتان وكلا وكلا وغيره فالأشهر فيها أي الأكثر الأشهر أي الأكثر في كلام العرب وفي لهجات القبائل العربية أن تكون هذه النون مكسورة في جميع أحوال إعرابه رفعا ونصبا وجرا تقول طالباني طالبيني مكسور النون ولكن قليل من قبائل العرب أيضا يدخل في باب الندرة منهم من يفتحها وهذا يدخل في باب النادر وكما قلت لكم النادرة لا حكم له كقول الشاعر حيث خالف اللهجات العربية أو اللهجة الأغلب والأشهر في كلام العرب فقال على أحوذيين من القلسة على أحوذيين على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب يتحدث عن مجموعة من الطيور التي طارت بجناحيها أحوذيين أي جناحين طارت بهما فهنا موضع الشاهد في كلمة أحوذيين والقاعدة فتحنون ماذا فتحنون المثنى على بعض لهجات العرب على بعض هذه القاعدة على بعض لهجات العرب وهي قليلة أو نادرة لهجات العرب وبذلك نكون انتهينا من الحديث عن حركة نون المثنى وجمع المذكر السالم ونون جمع المذكر السالم فإلى لقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله